موسيقى مساء الخير بقيت درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية فترة المساء اليوم في أغلب المدن الأردنية مالت الأجواء التي تكون أقرب إلى حارة الآن أجواء صافية في أغلب مناطق المملكة نستعرض بشكل سريع بعض المدن مثلا البحر الميت 33 درجة مئوية كمنطقة عجلون مثلا بلية عجلون 20 المفرق 23 العقبة 29 درجة مئوية الآن والأجواء عموما هي دافئة تبقى هذه الليلة الأجواء لطيفة خاصة فوق المرتفعات الجبلية قد تميل البرودة فوق المرتفعات الجبلية خاصة بعد منتصف الليل وأيضا عموم المناطق أو السهول الشرقية باقي المناطق هي تقريبا ما بين دافئة إلى لطيفة كما شاهدنا كدرجات حرارة تتراجع لتستقر حول 17 درجة مئوية على سبيل المثال في العاصمة عمان بالنسبة ليوم الغد استمرار الأجواء المشمسة أجواء بدافئة عموما طبعا بعض السحب قد تظهر في بعض المناطق إن كان الشمالية أو الشرقية كما نشاهد كدرجات حرارة تبقى أيضا أعلى من المعدلات السنوية تقريبا من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية نحن على موعد مع 28 درجة مئوية في العاصمة عمان لتسجلها غدا كدرجة حرارة عظمة الآن نستعرض بشكل سريع درجات الحرارة في بعض المدن إن كان الدنيا أو العظمة إربت 27 رأس منيف 23 المفرق 13 إلى 29 جرش 28 غدا الزرقاء 30 في عجلون 26 درجة مئوية عموما أجواء ربيعية إلى دافئة سوالح 24 أصلت 27 في لفحص أيضا 27 درجة مئوية أي الليلة في مرج الحمام 14 شرق عمان 28 غرب عمان 26 في دير علة أجواء حارة 35 البحر الميت غدا أيضا أجواء حارة ترتفع إلى 36 درجة مئوية في الكرك 27 الطفيلة 26 درجة مئوية أيضا غور الصافي أجواء حارة هناك لمن طبعا يذهب غدا إلى مناطق الأغوار البتراء 26 معان 28 العقبة غدا 36 درجة مئوية هناك أجواء طبعا حارة الجفر 31 الأزرق 32 درجة مئوية أجواء أيضا مشمسة صافية الصفاوي 17 إلى 30 الرويشد 20 إلى 30 درجة مئوية وكما ذكرنا بعض السحب المتفرقة في المناطق الشرقية من المملكة الآن نستعرض درجات الحرارة حالة الجو بشكل عام خلال الفترة القادمة إذن ما تزال درجات الحرارة عموما أعلى بقليل من المعدلات السنوية ولكن نلحظ ليل يوم الجمعة هناك تراجع واضح ولافت على درجات الحرارة تميل الأجواء قليلا للبرودة فترة الليل طبعا ليلة الجمعة على السب ثم هناك ارتفاع واضح على درجات الحرارة أيضا فترة الليل أشكر لكم دائما حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة